السلام عليكم ومرحبا بكم معي في مطبخ ميدوشة إن شاء الله تكونوا كامل بخير اللي ما رح ندير معكم كيكا ولا القاتو هذا باللانيكتاغين ولا الخوخ ولا البرقوك ولا وش عندكم يعني الفاكي هذي تعربيع أنا رح نديرها باللانيكتاغين الجيهيلة وسريعة وسهلة نتمنى إن شاء الله تعجبكم وقبل ما نبدأ وهان صليوا عن بي لهما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما قلت لكم عندي لانيكتاغين أنا قاعدت لي بديت الطيب هكذا واحد نحبي يكلها قلت الله هننديرها قاطو نصورو ومامتون لعوا تستفادوا منو دونك أخصلوا لانيكتاغين تاعكم مليح ومسحوها أنا هنا عندي خمس حبيت بس حديت لي غير ثلاثة ونص وقطعوها ببراج هكذا دي تخونش عراض ما تديروها مش رقاق قطعوهم هكذا بشوية بالموس دي بتي تخونش اسمها عراض شوية وكيد تخلصوها حطو على جنب وهنا المول فرشت له بابي كويسان المول تاعي فيه 23 سنتيمتر دو ديامتر شوفوا لابنات أنا جوت باش نوريكم كيفاش تكيلو القطر تاع المول تاعكم قلبوه واش تكيلو متكيلوش من فوق مش نفس المزور من تحت الدالي 23 سنتيمتر دو ديامتر كما قلت لكم فرشت عليه بابي كويسان وستفت اللي تخونشت على النكتغين تاعي ونبعد روح نحضروا الكغامل الكغامل عندي 150 جرام سكر ونزيد معاهم ثلث معا القكبار تعمى السكر هذي الكغامل تاع هذا النوع من الحلويات الأحسن تزيدوا الماء وتخليوا السكر والماء يطيبوا بالعقل حتى يصفاروا كل ما يمنع السكر تاعكم باش ما يتحرك شوي سويد ولا جيكم مرة ولا ما يغلبكمش في الطياب الكغامل دونك هني يتدى يصفار هكذا وتوم كساب دو حركوه هو يعد شوية دوغي رايح شوية للقهوي وتوم تطفيوا النار وكبوها وهي التغليع للفاكية تاعكم ولا كما راكم تشوفوا هنا هنا ولا القوام هذا تطفيوا النار ويحمية كذا فرغوها على الخوخ والمهم الفاكية اللي يديرينها أنا هنا بخطاب كينون بوز ما شفتش بلي ما يسجلش كيوعة تنفره المهم فرغوها كامل سير داير دوروا الكغامل على الفاكية تاعهم كامل وخطوها على جنب ونروحو نحضروا الاباغاي لقاطو الكيك يعني زوج بيضات بدرجة حارة المطبخ دايما البيض تاعكم لازم يكون بدرجة الغرفة مية وعشرين سكر ولي ما تحبوش حلو تدير مية قرام مية وعشرين قرام أنا درت مية وعشرين بصحوة حتى المية قرام كي سكر فاني ورشا ملحو خلطو مليح مليحن حتى يبيض الخليط ويضعف الحجم التاعو خمس دقايق ولا اكثر وتما تخلطو ولا كما راكم تشوفوا هنا الزيت ثمانين مليليتر جتني تحت النصف تاع الكاس هذا ولا كما راكم تشوفوا السكر جا عند الرسم والزيت تحت تحت نصف ثمانين مليليتر مليليتر المقادر تلقاوها بالقرامج في تحت صندوق الوصف ونوريكم بالكاس هكذا يتحب تكيل بالكاس لذلك زيت شوية تحت النصف حليب ثاني شوية تحت النصف حليب مية مليليتر وكما قلت لكم ثاني لازم يكونوا بدار جت حارث المتوخ من جامع يديروا الحويج هذي بردة بس كما بعد ما يطلعش الغاطو تاعكم ما يطلعش خلطو مليح الزيت هذك دخلو مليح ومبعد الحليب الحليب مش مهم تقدروا تخلطو غشوية الفارينة كاس يكونوا معمرة مليح مليح نخبطو زيتلو يعني دارلي مية وثلاثين قرام 130 قرام فاغين وكيس خمرت الحلويات رح تليل هادرة تلمون مبعد كيت عدو تخلطو في الفارينة والخميرة خلطو غرب خلاطية داوي ولا بش ميخرج لكمش لهوا اللي في العجينة هكذا كما راكم تشوفو تحسو على قوام كما هذا لاجتكم جرية بزيف زيدو ملعقة كبيرة تاع فارينة وان بعد نفرغ الخليط التاعي هكذا سير دير دوره على الفكية كامل ولا ميجيش علي انا الكمية هذي عجبتني الكيك يجي مش علي بزيف جي قد انا حب الفكية تكون كثر من الكيك دخلتها في الفرن 180 درجات ديتلي 25 دقيقة الكيكة هذي وهي حامية نفرغ عليها سيرو بيرد سيرو هذا درت نسك الصكر مع كسمة وخليتو يغلي 10 دقايق مع اللي تخون شتاع سيترون كثروا في سيترون باش يبن يمدل قوتاعو فرقت غير النسك تاعو بسكن بعض يجيكم حلو بزيف وصيرو هذا مليح كي تسقيو به اللي قاتو هذو اللي فيهم الفكية يخلي يلقاتو مويلو يجيكم طريب بزيف لاشتو يعني الحلوات تاعكم مكوش حابينها حلوة نقصوا في الصكر اللي يديروه في العجينة ولا هكذا خليوها تبرد كامل مليح تبرد تماما وبعد قلبوها ولا نظرك انا خليتها بردت يعني ما خليتهش بردة مليح لابلكم انا من صبرش على دايما الحاجة حامية وراني نقلب فيها بس كو 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 صورو نغصبوه تابوتي وهكذا شوية يعني الطير متخافوما ولو هاي البابي كويسون قاعد في المون والكيكا تحضر بالكغامل تاحا من أرواع ما يكون غيان كل ريحة تعل لانيكتاغين جاتا روعة روعة وجي خفيفة الطرية تكلوها بالمغرفة مش حتى يعني والا يعني كيكا كما هذي ذو كنقسمها قدامكم مليحة القهوة العاصر القوتي تعلوا لما سختولي ولادها ميحبوش يكلوا الفاكية ريحة الوحدة تديها في يديك المهم يعني حاجة مليحة خاصة الفاكية هذي رانا في الفصل التاحا ونقتنموا الفرصة هكذا كي تعود الفاكية هذي نقدروا نديروا بها حلويات هاكم تشوفوا كفيش جيطرية والضب في الفم والا نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة هذي وان شاء الله ما نكونش نسيت حتى إي تاب وجربوها ومقالغة نقولكم شي هي طيبة وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته